احنا عندنا عمارة قديمة وعندنا عمارة جديدة العمارة القديمة اللي موجودة فيها نظامين فيها تانية سنوية والقديمة دي ارتبطنا فيها بحاجات كتير قوي اه بالزبط كتير حياتنا وذكرياتنا وحاجات كتير وحاجات كتيرة جدا وصعب انك تتحرك منها للعمارة الجديدة حتى لو كانت افضل اه طبعا صح اه طبعا فيها صعوبة كبيرة جدا ولكن العمارة القديمة تانية سنوي وثالثة سنوي احنا عندنا 15 سنة دراسية عندنا 22 مليون دخلين يتعلموا كلام ده أرقام لازم كلنا نبقى عارفينها عدد عشان الناس دايما بتقول هو التغيير في التعليم بطيء ليه لأن انت بتتكلم في عدد كبير جدا النهاردة الوزير درب 128 ألف مدرس ده رقم كبير ده أكبر من عدد مدرسين الموجودين في دول يعني متقدمة دول متقدمة طب انت عندك كم مدرس انت عندك مليون و700 مدرس بص الأرقام يا جماعة لازم نستوعبها عندك 3 مليون في مرحلة جامعية أرقام دي كبيرة جدا طيب بالنسبة لنظام التعليم بيختصر شديد العمارة القديمة فيها تانية سنوي وثالثة سنوي ده هيفضل زي ما هو أولى سنوي السنة دي هياخد تابلت أولى سنوي السنة دي هياخد تابلت أولى ابتدائي هياخد تابلت يبقى الاتنين اللي هياخدوا تابلت هما أولى سنوي أولى ابتدائي يبقى فيه جيل هيبدأ هيبدأ يبقى تكنولوجي ومتطور وعنده ابتقار وعنده إبداع وعنده وعنده والجيل الصغير ده خلاص دي لأمارك جديدة يعني حرارتك هتحس بالتعليم إمتى؟ مش أقل من 10 سنة أو 15 سنة عشان تبقى أنت حاسس بالتعليم لأنه أنت بكلمك في 22 مليون وكل سنة بنزيد 600 ألف طالب قوة دراسية بتيجي كل سنة 600 أرقام كبيرة جدا الناس لما تقعد ممكن الناس تشوفها بجانب إيجابي وفيه ناس ممكن تشوفها بجانب سلبي بالزبط الجانب الإيجابي أن أنا دولة شابة بالزبط دولة عافية فيه ناس تانية عندها مشكلة في الحتة دي بالزبط والهرب السكاني قد يكون مقلوب في دول تانية بالزبط وإزاي أن أنا أستغل بقى دي ميزة بالنسبة لي إزاي أن أنا أستغلهم إزاي عندي مدارس صناعية مدارس زراعية مدارس تجارية غير فكري الأول بالظبط كده عند انتباعات هي ثقافة الأول وفي الآخر بالظبط تشوف بتاع سنوي عام مختلف عن بتاع السنوي التجاري والزراعي والصنعي بالظبط مع أنه لا يقل قيمة الحقيقة لا يقل قيمة هو طبعا فنظام التعليم الجديد هو نظام يعني متطور عن فكري الحفظ خلينا نقول أن احنا تقريبا كاجلنا كنا أنا لحد دلوقتي حافظ التعبير من ما لا شك فيه أن هذا الموضوع من أهم فأنت حافظ فأنت تعودت على الحفظ التعليم الجديد أو نظام التعليم الجديد عايز يخليك مبدع مفكر بتمتحن في السنوية العامة 12 مرة أولى سنوي تانية سنوي تالتة سنوي يعني كل سنة في السنوي بتمتحن أربع مرات وبناخد الأفضل في 6 في 6 امتحانات يعني أنت بتمتحن 12 امتحان في السنوية العامة أولى تانية تالتة بتمتحن مفيش حاجة اسمها سنوية عامة خلاص يعني آخر ناس هتاخد سنوية عامة مين تانية سنوية وتالتة سنوية قولة سنوية الجديد ده مش هاخد سنوية عامة فيش حاجة اسمها سنوية عامة خلاص ده بالنسبة اللي بتاع قولة سنوية تراكومي بالظبط كده هناخد المتوسط لأفضل ست امتحانات عندك ودي الأزمة اللي كان البعض بيتكلم عندنا دي ممكن تزود من فكرة الدروس الخصوصية دي الناس شايفة كده البعض كان بيقول ده ممكن يزود هو خلينا نقول ان احنا دايما وانا بحاول ان انا اقضي على الدروس انت شفتها من اي منظور يا دكتور لا انا دايما بحب انا بحب ادارة التغيير انا اساسا عشان مدرس ادارة بحب التغيير اصلا يعني انا متقبل فكرة التغيير اصلا انا مش هينفع ان انا كل حاجة تبقى تحصل في الدولة اقول لا دي مش هتنفع ودي مش همعرفش ايه ودي واعد عيب ان النظام ده مش هو النظام الامس طب يعني انت ولا عايز تغيير ولا عاجبك النظام طب ما هنعمل ايه فلازم نتقبل فكرة التغيير وعلى فكرة مش سهلة مش سهلة ده انا لو قلت وعشان الانسان عشان نغير الفكر لازم كل واحد يبدأ بنفسه ان انا هبدأ بنفسي ان انا هبدأ غير نفسي الاول انا عايز التلاتة بقى المهمين قوي في عملية التعليم اللي هو الطالب واللي هو المدرس واللي هو البيت دول اهم تلاتة دول اللي هينجعوا العملية اشتركوا في القناة